إذا أنت مبرمج تستخدم الغاسي شرب وحاولت بيوم الليل منه تضع علامة الـ double quotes أو الاختباس وتستخدمها داخل string وظهر لك في التحذير واضطريت أنه تستخدم علامة الـ backslash حتى تحل هاي المشكلة وهذا اليوم الفيديو إليك أنا أحمد محمد واليوم سأشرح لك أهم أربع ميزات موجودة بالغاسي شرب والتي سأسهل استخدامك لهذه اللغة بداية راح تحتاج تستخدم Visual Studio أيضا تستطيع تستخدم Visual Studio Code هذا شيء يعود لك لكن المهم تتأكد أنه أنت منزل أعداد الصدار من الـ .NET أنا حاليا أنت أصور بهذا الفيديو يعني شهر الثاني يوم 14 2023 أحدث الصدار اللي هو .NET 7 وغلب الميزات اللي راح أشرحها راح تكون من هذا الصدار فأنت حر يعني تستخدم الصدارات الأحدث المهم الحد .NET 7 راح تروح على Create New Project أنا راح أستخدم بهذا الفيديو Console Up يعني أنت تستطيع تستخدم مع مثل .NET MAUI ASP .NET المهم شيء يتعلق بالـ C Sharp فتروح على Next تنطيق اسم التطبيق مثلا C Sharp نسميه C Sharp Futures أي اسم سأقوم بـ Next من هذا ضروري تحدد الفرايمورك أنا عندي .NET 7 أعداد الصدار وسأقوم بـ Create هذا المثال البسيط اللي ينطيك إياه .NET طبعا قبل كان ينطيك مثل Class اسمه Program أنه منحذف هذا حاليا بهاي الطريقة فرح نبدي نشرح أول ميزة وهي رو سترينج اللي ذكرتها بداية الفيديو والرح أساعدك على استخدام فرح ننطي أو نعرف متغير اسمه عفوين ها سترينج ها سترينج مثلا ننطيه نيم والرح يكون مثلا على سمثال أحمد ومحمد اللي هو آني وهسا لو نبديني مثلا نستخدم الـ Double Quotes داخل كلمة محمد يعني خليها مثل اقتباس فرح نخلي هذا الـ Double Quotes فرح نشوف أنه ظهر لك هذا التحذير وحتى تحل هذه المشكلة فرح نستخدم الـ Back Slash ونحلت المشكلة بس هاي الطريقة نشوفها مزعجة وقديمة فهنا تجي فكرة الـ Roast String Letters بنسخة السي شارب الجديدة والي رح أشترع أن أهزم فرح تبسح هذي كلها وتكتب Double Quotes ثلاث مرات واحدة ثلاثة وهو تلقيا رح يكملك الثلاثة الباقية فحاليا عددهم رح يصير ستة فهنا انت رح تكتب النص مارتك بعد الثلاثة الأولى خلي فد مسافة ونكتب مثلا أحمد من جديد محمد فهنا رح نخلي Double Quotes داخل كلمة محمد نلاحظ أنه اختفى هذا التحذير فهاي الفكرة من الـ Roast String Letters فلو نسيب الـ Roast String Letters يعني نطبعها Right Line Name فنجرب نلاحظ أنه يعرض لك أو طبع لك أحمد محمد ونخللك بها Double Quotes هسا حلينا أول مشكلة وأيضا بعد أكو إضافات بهذا الميزة أنه تقدر تستخدم Multi Line يعني هذا String تعرفه بعدة أسطر وهذا الشيء ما موجد بالإصدارات القديمة من C-Share يعني أنت تضطر أنه تعرف على سطر واحد ويصير عندك هنا scroll bar تمشي بها وأنا شوف هاي الطريقة أفضل جديدة صارت فلو نرجعها أنا رح أضيف سطر يعني ما يصير النص يكون مع أول ثلاثة Double Quotes وبعدها تنطي مسافة يعني نفس فكرة البايثن ما يصير هذا النص يكون تلقائيا بعد بداية السطر وأيضا الثلاثة اللي بالنهاية فراح أضيفهم بسطر خاص يعني باختصار أنه أول ثلاثة Double Quotes أو اختباسات يكونوا بالبداية وما بهم أي نص وكذلك آخر ثلاثة يكونون بنهاية السطر وهنا تكتب النص مارتك ولو نلاحظ أنه أكو مثل Space أو مسافة هاي ضرورية ضيفهم وتكتب النص مارتك تعرفها مثلاً ضيف سطر آخر مثلاً كودرس بوك مارك مثلاً يعني أنت حر المهم لو نجرب شغل التطبيق نشوف أنه عرض لك بكل بساطة بدون مشاكل فهي انتهينا من أول ميزة وهسا رح ننتقل للميزة الثانية واللي اسمه Interpolated Verbatim Strings وهسا رح أوضح شون الفرق بين الInterpolated Strings والVerbatim Strings بداية الInterpolated Strings يقصد بها أنه سترينج تستطيع تعرفه أو مثلاً تضمن قيمة داخل هذا السترينج من خلال Object داخل الكود أو Expression الVerbatim Strings يقصد بها أنه سترينج اللي تضع بدايته أو قبل الـ Double Quotes تضع علامة الـ Add وداخل هذا السترينج رح تخبر للكمبيلر مع C-Sharp أنه أي علامة مثل Backslash و Double Quotes أعملها كنص اعتيادي فهي الميزة اللي الحشرة عنها رح تدمج بين الInterpolated Strings والVerbatim Strings وتسويها داخل سترينج واحد حسنا رح أوضح لك إن شاء الله بالأمثلة لحد ما تفتهم أنا مضبطكم إن شاء الله اليوم رح نعرف بداية متغير نسميه مثلاً الـ Name يعني حتى تكون الأمثلة واقعية مثلاً نسميه أحمد أحمد محمد يعني اسم كامل حسناً ننطي مثلاً الـ AgeMart Team الـ AgeMart Team نكتب مثلاً 20 حلو؟ وبعدها أنا مثلاً أريد أدمج بين قيمة الـ Name والـ Age وأعرضها بـ String واحد أو أعرفها بـ String واحد فرح يكون عندي عدة طرق فمثلاً أكتب String اسمه Message ورح أبدي أضيف القيمة أنا أريد أعرض رسالة معينة مثلاً بها الـ Name والـ Age فبالطريقة الاعتيادية أو الطريقة التقريدية بالـ C-Shark رح تكتب مثلاً مثلاً YourName وتخلي مسافة إذا تتيز المج يعني بين الـ Name والـ Age وتخلي هاي المسافة مثلاً وتخلي علامة الزائد وتكتب اسمه تغير اللي هو Name حلو؟ وبعد تكتب علامة الزائد حتى تكمل String وتخلي في هذه المسافة مثلاً وتكتب فارزم YourAge وبعد تسوي علامة الزائد وتكتب الـ Integer اللي هو Age وهذا هكذا يعني سوي Console نعرضها عفوا وننكتب المسج حلو؟ فلننعرضها أو نطبع عياني عرضك يعني بشكل طبيعي YourName وكتب المتغير اللي اسمه أحمد محمد والفالزة اللي يعني ضفتها والمسافة والـ Age كتب لك يا عشرين ماكوش أيشي جديد بس الطريقة الأفضل حتى التدمج بين هذا المتغير أو هذا الـ String مع هذا الانتجر بطريقة أفضل وأسهل بـ C-Sharp من خلال اللي هو الـ Interpolated String فراح نضيف هاي نمسحها أحسن نبدأ من جديد راح نضيف دبل كوتس ونخلي هنا علامة الدولار اللي هو اسمه دولار ساين وهنا راح تكتب YourName مثل السابق تخلي مسافة وتفتح قوسين وهنا راح تكتب الـ Object أو تخلي القيمة فهنا عدي قيمة الـ Name وأيضا تخلي مسافة تكتب فارزة وتفتح قوسين وهنا أتخلي المتغير أو الانتجر فهنا الانتجر لو نعرض طبعها يعني اللاحظ عرض لك ياها بنفس النتيجة يعني ما غير لك أي شيء وبطريقة أسهل بدأ ما أنه ضيف علامة الزائد وهي الأمور وهي طريقة جدا أسهل وطبعا هاي القوسين بداخلها مو بالضرورة يكون مثلا String أو الانتجر أو مثلا نفد Object ثاني وإنما راح يكون مثلا Expression أو مثلا أي قيمة تكتري تتاخذها من Object معين فعلى سبيل المثال أنا مثلا أريد عرض وأطبع الـ Date لهذا اليوم أو التاريخ فراح أخلي نقطة مثلا Today وكتب Is وخلي علامة القوسين وكتب Date Time اللي هو مثل Object داخل C Sharp وكتب Now فهنا هاي القوسين راح يجيب لك قيمة الـ Date لهذا اليوم من هذا الحاسوب فلو نشغل التطبيق ونشوف عرض لك Your name أحمد محمد Your age 20 Today is وعرض لك التاريخ فهذا يعني فكرة علامة القوسين مو بالضرورة خريبة الزاخل لها String أو إنتجر فالسرح أشرح شغلة ثانية ما وضحتها ل Your Verbatim String والليقصد بيه أنه تضع علامة الـ At قبل String وأي شيء داخل هذا String عبارة عن double quotes أو مثلا من backslash فهنا سيتعامل على أنه نص عادي يعني مثلا لو هنا أخلي مثلا double quotes أخلي مثلا أربعة وأكتب مثلا انهالو فلتلاحظ ما الـ Compiler ما أعرض لك أي مشكلة أنه فهم هاي double quotes يقصد بيها أنه نص اعتيادي أو مثلا أخلي هنا backslash لأنه بالحقيقة لو أخلي backslash String راح يظهر لي في التحذير لكن من خليت علامة الـ At أعتبرها أنه هذا مجرد نص اعتيادي فلو أعذفها هسا راح يرضنا في التحذير نشوف أنه أعرض لك Syntax بها error وراح أرجعها وشغل التطبيق نشوف أنه أرض لكيها بهذه الطريقة بعد date أرض لك الهيلو هنا أربعة يعني وحدة تتعامل يعني هذه الثانية ما تعتبر راح تبدأ من الثانية والbackslash عرض لكيها بدون أي مشكلة ونسأل ننتقل للميزة الثالثة واللي اسمها nullable reference types واللي قصد بها أنه O property أو object داخل class معين من الممكن أن يحصل على قيمة null لنفترض أنت عندك فورم الشخص سيدخل بها معلوماته مثل اسم الشخص وعمر الشخص وانت تريد أنه هذا الاسم معلومة يكون معلومة يعني مطلوبة لازم يدخل اسم مارتة وتأيد عمر الشخص تكون معلومة اختيارية يعني ممكن أن الشخص يقدم العمل مارتة أو لا هنا تجي فكرة nullable reference types أنه تسمح لهذا الانتجر يعني على المشروع اللي نحن نمسويه اللي هو مثل class اسمه person يمثل فكرة الفورم وبها ال property اللي يقصد بها يعني نوع مالها string واللي يسمها name يعني يقصد بها اسم الشخص وتستقبل وأيضا تقدر تخلي بها يعني تقرر معلومات معها عندك هنا هذا ال property الثاني اللي ينتجر اللي هو تمثل ال age اللي عمر الشخص أيضا بها set og get فانت بالوظر الاعتيادي أنه ما من الممكن أنه الانتجر هذا يحصل على قيمة null يعني ما راح يعمل التطبيق وياك راح يظهر لك فتخطأ فمع النullable reference types أنه يسمح لك لهذا الانتجر أو هذا ال age أنه تأخذ قيمة null ولاحقا طبعا راح تستفاد من هاي القيمة أنه تتحقق من قيمة ال age إذا كانت null أو لا وتصرف بها حسب يعني السيناريو اللي عندك داخل المشروع فهذا راح أضحكم ياهب هذا المثال البسيط ما راح أكتبه من الصفر لأنه راح يأخذ من نقطة الفيديو المهم أنت تفهم الفكرة فسويت هذا التطبيق مثل مثل console يعني هاي شغلات تلازم تعرفها هذا ال class المهم اللي يهمك له هذا ال class اللي اسم ال person وضحته قبل شوية بيمثل من هذا ال class اللي سميته me يعني ورث من ال class مابيرسن فحاليا انضفت المعلومات اللي هي me.name كتبت أحمد محمد وضفت معلومات ال age اللي هو العمر age يساوين عشرين فحاليا المي هذا ال object أخذ أو ورث من ال class اسمه person وضفت بيه هاي المعلومات يعني شي بسيط أكيد أنت تعرف هاي المعلومات وبعدها سويت console write line عرضتها يعني طبعتهم وهنا لا تلاحظون استخدمت العلامة الدولار يعني سويت مثل join مثل يعني الميزة الثانية شرحتها بالفيديو يعني حتى تستفادون من كل ميزة نتعلمها نطبقها داخل المشروع فهنا your name كتبت me.name اللي هو هذا الاسم و your age me.age يعني بسيطة فلن نشغل التطبيق نشوف يعني يعرض لك هذا your name أحمد محمد your age 20 ما بشي جديد هسا لا نفترض أن أنا أردخل قيمة ال age نال يعني ما أرد أنطي معلومة للعمر فأكتب كلمة null فيشوف أنه أعرض لك خطأ no note to can not convert null to integer فأنه المهم يعني يخذ بيه أنه ما يشير قيمة هذا ال age الانتجر تحصل على النول فحتى نحل هذه المشكلة فبس مجرد نخلي علامة الاستفهم بعد النوع أو type اللي هو هذا انتجر وحاليا حلت المشكلة نتلاحظه اختفى هذا التحذير فنشغل التطبيق عرض لك نايم أحمد محمد your age ماكو ايشي null يعني فهاي الفكرة يعني بكل بساطة وأيضا هسا راح أشرح كيف تتحقق من ال age إذا كان null أو لا وتتحقق أو يعني فتسوي فت شيء معين فأني مثلا أريد أتحقق إذا الشخص انطاني ال age العمر مالتم راح أعرض للرسالة كاملة اللي بيها your age me.age أما إذا نطاني ال age null فما يحتاج أعرض له هذا النص اللي هو your age لأنه بالنهاية وشخص ما قدم العمر مالتعليش أكتب له your age ومكان فارغة فهسا راح نيجي نكتب if statement if me.age is null هاي طريقة جديدة أنه تحققون ال null فإذا كان ال age null فأسوي اللي داخل هاي القوسين راح نسخها الرسالة فهنا إذا كان ال age قيمت أفالها فراح هذف هذا النص ما يحتاج أبقي بس your name أحمد محمد ويالس راح أعرض الرسالة بشكل كامل هسا نشغل التطبيق أعرض لك your name أحمد محمد ديش لأنه صار لي كالتالي عندك هنا هاي المعلومات فأول شيء تحقق شاف هذا الشرط إذا كان ال age قيمته تساوي نر فأحقق فأسوي هذا الشيء يطبع لها الرسالة ففعلا بما أنه ال age نطيناها قيمة نر فأتحقق هذا الشرط فأعرض لك هالرسالة فقط هسا لو أطفي التطبيق فسأكتب 20 ونجي نشغل التطبيق مرة ثانية نشوف أعرض لك هذا النص اللي هو محمد محمد يورايج عشرين لأنه بما أنه هذا الشرط ما تحقق فسألك ال else فإن شاء الله تكونوا فهمتوا الفكرة أكثر وبالمناسبة أنه تستطيع مو بس مع ال integer يعني أي object أو type داخل ال class معين مثلاً وحتى خرج ال class تضع له أنه علامة الاستفهام حتى يكون nullable وسنتقل للميزة الأخيرة والميزة الرابعة وهي اسمها required members ويقصد بأنه a property أو field تخلي له كلمة أو modifier اسم required رح يكون إجباري أو أن أنت ضروري تقدم القيمة ما التم ونسوي initialize the class يعني على سبيل المثال بهذا المثال القديم اللي مع الميزة الثالثة رح أطبق عليه بعض الأشياء وبعدها يعني كتابته عندي قيمة name والage لو نفترض أن أنا مثلاً أرد مسح هذه name وشغل التطبيق طبعاً هاي الميزة الرابعة ما لها علاقة بفكرة null يعني nullable المهم رح أشغل التطبيق ماكو أي مشكلة شوف ماكو أي شيء الage كذلك أقدر أمسحها وشغل التطبيق احتيادي ماكو أي مشكلة زين اللي نفترض أنه أنا أريد هاي البروبراتي أو الفيلد ال name لازم تكون مطلوبة يعني من أسوي initialize لهذا الكلاس اللي هو ال person ضروري أقدم قيمتها سواء كانت null أو لا المهم يعني كنت مجبر أنه أقدم هاي القيمة فهنا تجي فكرة required members فرح أخلي بس بعد ال public رح أخلي كلمة أو modifier اللي اسم required هسنا نشوف عرض لك خطأ ليش؟ لأنه يقول لك required member program person.name اللي هو هذا البروبراتي أو الفيلد must set in the object initializer or attribute constructor فهنا يقول لك أنه هذا ال name لازم تقدم القيمة مالتها من سوي initialize لهذا الكلاس فحتى أقدم القيمة مالتها بس أكتب new فأنا أكتب ال name وأكتب عليه required وأكتب مثلا أحمد محمد وبالنسبة لل age رح تكون اختيارية لأن نحن ما أخلينا كلمة required فهي سلو شغل التطبيق مالذي فهنا لازم أغل علامة الأوس ما نحتاجها سيكون هذا الشكل أفضل ستتفهمون مهم يعني هذا المي سويت ال initialize نفس الفكرة سابقة بس هنا عن طريق يعني سويت ال initialize ب هذا الشكل سلو شغل التطبيق أكتب لك your name أحد محمد your age null يعني ما أكتب بهي شيء لأنني أصلا ما قدمتها مع ال initialize يعني سويت ال initialize لهذا الكلاس سأخلي كلمة required مع ال age أيضا هس هم مفروض يعرض لك في التحذير لأنه ال age لازم أقدمه مع ال person ما أعرض لك سأغل التطبيق مفروض تطلع خطأ شوف هنا ال video studio هس أذكر أنه هناك مشكلة فنشوف هنا أيضا أعرض لك نفس التحذير اللي هو required number program person.age لازم تقدم القيمة مع التفاهمات تخلي فارزة وتخلي قيمة ال age هي مثلا 20 شغل التطبيق أعرض لك هاي الرسالة فأتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة يعني بشكل واضح وبالنسبة للفكرة النل أو لا يعني عادي بس هو يقصد بها هم شيء أنه أنت تقدم القيمة لهذا ال property ال field فإنها بالنسبة لل age أقدر أخلي قيمة هنا عادي لكن أهم شيء أنه أنا خليتها من سوية initialize لهذا الكلاس فلو مسحها راح يرضي فد التحذير فلو أرجعها وشغل التطبيق ماكو أي مشكلة هنا خليت وفد ملاحظة بسيطة قبل ما أختم هذا الفيديو على موضوع required أو هاي الميزة تقدر تطبقها مع الكلاس الاحتيادي مثل هذا الكلاس وستركت أو مثلا record اللي موجودة باللزارات الحديثة من C sharp إن شاء الله ساشرحها في فيديو لاحق أو حتى record struct لكن ما تستطيع أنه تطبقها على ال properties أو fields مثل هذولة اللي موجودين داخل الانترفيس يعني ما من يصير هذا مثل public انترفيس ما تقدر تطبق عليها فكرة required هيا سرح لك فات خطأ يقول لك إنه the modifier required is not failed for this item يعني هذا required ما يصير تخليه مع الانترفيس فارجع على الكلاس واختفها التعذير لو نكتب struct مثلا أيضا ماكو أي مشكلة ومع نهاية هذا الفيديو أحب أشكرك على المشاهدة وإذا ما حبيت الشرح أتمنى تكتب لنا سبب التعليقات وتنقرأ على زر ديسلايك مرتين وبالمناسبة أنا من أشد المعجبين بلغة C sharp فإنت إذا تحب هاللغة أنا بها القناة إن شاء الله راح أشرح لك كثير أمور تتعلق بC sharp ومن بينها استخدام ال ASP.NET وغيرها من الأمور وإن شاء الله تكون استفادت من هذا الفيديو